طب العيال دي بقى تعمل ايه؟ يعني العيال ولاد شاملتها شفتهم أكبر واحد تسعة سنين أصغر واحدة ثلاث سنين ده لازم حتى كمان ان شاء الله يعني الناس اللي بتسمعنا والمؤسسات اللي بتسمعنا وكل حاجة بتسمعنا دلوقتي لازم يتبنوا حالة أو يتكفلوا برعاية الست دي وولادها لأن الولاد دي مشروع لأطفال منحرفة هتباد في الشارع وأطفال مش هيكون لها مستقبل وهتبقى في حالة رهيبة جدا من البلطجة والعنف وحاجات كتير جدا مين ليه مصلحة؟ مين؟ مين ليه مصلحة أنه يبعث لها ميسج بخيانة جوزها دي اللي هو اللي جوزها بيتكلمها طب يا سويني تستحي على دمها ولا بتبعيز اتعرف مراته انها موجودة؟ دي بتعرف مراته انها موجودة عشان تهد العلاقة ما دي بتبقى لعبة خبيثة كده دي بتكلمه؟ أنا أخليك يعرف زي طفشك ومراته في البيت مثلا فيها بتبعث لها رسالة تقول لها مثلا ان جوزك على علاقة مثلا بكذا فعلشان العلاقة ما بينهم طبوز وباسورد تليفونه اه وان هي ازاي تبعث باسورد تليفونه يعني بتورينها ان هي معاها او حميمية اكتر معاها وهو متحملها اكتر من الحركة دي تطلع منين؟ من ستة اللي هو مصحبها او ماشي معاها طب لما واحدة تعمل كده احنا نعمل ايه؟ يعني انا مثلا ستة متجوزة وواحدة بتعرف جوزي وراح ببعتلي ميسج انا اعمل ايه طب انا لو سكت هيجيلي جلطة واموت لو عرفتهم يبقى لازم اخد موقف وامشي لو عملت نفسي مثلا مشواخد بالي هيتمادو او العفة مين؟ اعمل ايه؟ العفة مين؟ في الراجل اللي ما رجل ما سقول لك؟ العفة مين؟ في اللي هو ماشي معاها ولا هي امراته اللي قاعدة في البيت؟ في اللي هو ماشي معاها طب لا العفة هو انا مانش دعوة باللي ماشي معاها لا والتانية برضو معندها دمير ولا اخلاق؟ انا اللي اديت الفرصة للشخص او الانسان اللي انا مصاحبها ان هي تتمادة وتخرب بيتي انا الراجل دعا ما هو عارف يشكم نفسه او اللي بعارف يشكم عامر يعني بمعنى ايه تاني ما هو دلوقتي احنا بنبقى عاملين كده زي في النص دايرة كده هو ده مرتبط مع واحدة مصاحبها وفي نفس الوقت الست اللي غيربانة بترب انا دي ممكن تتخذ عليك نصيحة انا بتنصح الرجالة دلوقتي لما تكون بتعرف واحدة على مراتك تشكم العلاقة ما تخلاش تبعت لمراتك حاجة لا اما هو مش عارف ان هي بعتت هو عارف تانية بتعمل ايه ان انا ايه هرمي حاجة على مراتك عشان انت تبقى معايا وتقرب مني اكتر واخدك خالص وتهدي البيت اللي ما ابني ده اللي فيه عيال وفيه 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 وحاجات كتير جدا اشتركوا في القناة